السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل اليوم ويهاكم الجزء الثاني من خطوات عمل الأرنب في التيوب السابق سوينا الدراع والفذن اليوم راح نسوي الجسم أول شي راح نسوي العين السحرية نسوي 6 غرز داخل العين السحرية هاي سوينا 6 غرز داخل العين السحرية راح نغلق الشغل المانوتنا وسنحوق غرزتين فوق كل غرزة من هاي الغرزة نحن نسوي السرة الأول 6 غرز السرة الثاني 12 غرزة أول غرزة نسوي بها 2 1 2 ونحط علامة على مكان الشغل اللي بدينا بعد ما حطينا علامة مثل ما قلنا نحوق غرزتين فوق كل غرزة من هاي الغرز حيكون عندنا السرة الثاني 12 غرزة كملنا السرة الثاني 12 غرزة هسا السرة الثالث نحوق غرزة ونزيد نحوق غرزة ونزيد حتيكون عندنا عدد الغرز 18 غرزة هاي أول غرزة 1 الغرزة الثانية نزيد واحد ونزيد ونكمل إلى أن نوصل المكان اللي بدينا من عند الشوال ويكون عندنا عدد الغرز 18 غرزة كملنا السراء الثالثة بهذا الشكل يسا نسوي السراء الرابع نحوك أول غرزة واحدة ثاني غرزة واحدة وبالثالثة نزيد واحد ثاني غرزة واحد وبالثالثة نزيد ونكرر أول وحدة غرزة ثاني وحدة غرزة ثالث غرزة اثنين ويكون عندنا عدد الغرز 24 غرزة كملنا السراء الرابع بهذا الشكل يسا نسوي السراء الخامس نحوك أول ثلاث غرز غرزة غرزة وبالغرزة الرابعة نزيد حيث يكون عندنا عدد الغرز 30 غرزة أول وحدة واحد ثاني وحدة واحد ثالث وحدة واحد وبالغرزة الرابعة نزيد ونكرر نفس الشيء أول ثلاثة واحد 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 والرابعة ووحدة نزيد حيث يكون عندنا الاخير 30 غرزة كملنا السرة السادس بهذا الشكل عفوا وش سرة الخامس بهذا الشكل إذا راح نسوي السرة السادس نحوك 4 غرز وحدة 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 وغرزة الرابعة نزيد غرزة بحيث يكون عندنا عدد الغرز 36 غرزة 1 2 3 4 هاي 4 غرز 1 1 1 والغرزة الخامسة راح نزيد نحط العلامة ونكرر نفس الشي اول اول 4 غرز 1 1 1 1 والغرزة الخامسة نزيد حيث يكون عندنا عدد الغرز بالاخير 36 غرزة هس وصلنا السرة السابع هسه راح نشكل القدم اول شي راح نحوك 6 غرز غرزة فوق كل غرزة 1 2 ثلاثة أربعة خمسة ستة هيحكنا ست غرز فوق كل غرزة من هاي الغرز حتى نحط القدم ناخدها بهذا الشكل رح نحوك ست غرز واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة ثبتها بهذا الشكل واحد هذا الخيط نطلع ثلاثة ثلاثة لا سمح هذه الخطوة تكون مضبوطة كل غرزة وهي الغرزة اللي اللي تقابلها ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة وهي الغرزة الأخيرة السادسة 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 هيكملنا ست غرز هسه شرح نحوك رح نحوك اثنعش غرزة إلى أن نوصل للجهة المقابل للقدم حتى نحط القدم الثانية واحد واحد ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دعش 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 نكملنا دعش نتأكد واحد دعش 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 نحق القدم الثانية بهذا الشكل ونحق ست درس مثل ما سوينا بالقدم الأولى شوية لازم نضبها نظر احد نظر نظر دعش نظر نظر واحد جيدنا ستة سنة 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 هذه الغرزة الأخيرة 6 صغرق ساعدنا بهذا الشكل كما ترون كمنا ساشرح يبقى 1 2 3 4 5 6 بقى 6 غرز 1 2 3 4 5 6 كمنا بهذا الشكل صار أدنا القدم بهذا الشكل مثل ما تشوفون سوينا 12 غرزة للأمام 12 غرزة للخلف وستة بالجهل يمى وستة بالجهل يسرى هسا راح نحوك غرزة فوق كل غرزة من هاي الغرز اللي هي 36 غرزة نحوك غرزة فوق كل غرزة ونحوك خمس سراوات غرزة فوق كل غرزة من هاي الغرز وراح نحوك خمس سراوات وانت تبقى بكيفكم اذا حبيتوا تحطوا لون ثاني او تتركوا لون واحد هاي انتوا تبقى يمكم فمثل ما قلنا نحوك غرزة فوق كل غرزة ونحوك خمس سراوات بعد ما كملنا خمس سراوات بهذا الشكل صار عندنا الشكل مثل ما شوفوا أنا ينقلت أنتم إذا تحبون تغيرون لون ويا أو تحبون تعوفون نفس اللون هيتبقوا أنتم يمكم حسنا وصلنا سرة 13 راح نحوك أربعة غرز وننقص بالخامسة وحيكون عندنا عدد الغرز 30 غرزة يعني حوك أربعة واحد، اتنين، ثلاثة أربعة والغرزة الخامسة نقص راح نكمل نحوك أربعة وننقص بالخامسة يكون عندنا عدد الغرز 30 غرزة كملنا سرة 13 بهذا الشكل هسا نحوك سراوين 14 و 15 ونحوك غرزة فوق كل غرزة من هاي الغرز يعني نحوك غرزة فوق كل غرزة من هاي الغرز راح نحوك سراوين كملنا سرة 14 و 15 غرزة فوق كل غرزة من هاي الغرزة سنوصل سرة 16 راح نحوك ثلاثة واحد مين ثلاثة وبالرابعة نقص راح نحوك ثلاثة وبالرابعة نقص الى ان نوصل المكان اللي بديني من عنده هسا كملنا سرة 16 هسا وصلنا سرة 17 هسا نحوك أربعة غرز والنقص بالخامسة نحوك أربعة غرز والنقص بالخامسة ويكون عندنا عدد الغرز 20 غرزة هاي واحد مين ثلاثة أربعة والخامسة نقص مثل ما قلنا نحوك أربعة غرز وبالخامسة نقص ويكون عندنا عدد الغرز 20 غرزة نكمل الى ان نوصل لمكان اللي بديني من عنده كملنا سرة 17 هسا وصلنا سرة 18 نحوك غرزة فوق كل غرزة من هاي الغرز بدون اي نقصان يكون عندنا عدد الغرز 20 غرزة غرزة فوق كل غرزة من هاي الغرز بدون اي تنقيص يكون عدد الغرز عدنا 20 برزة هذا السرط 18. هسا السرط 19 راح نحوك الذراء ويا الجسم. نحوك واحد. نحط العلامة مكاني اللي بدينا من عنده. واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. نحاول نشوف انه نخليها. هاي مثل ما قدت انه هاي الخطوة اللي نحط بها الذراء بدون ما نحسب ان تكون القدم موازية نفس الاتجاه الذراء والقدم. هسا نحاول هسا نشوف هذا الشكل. هاي اول غرزة. واحد. اتنين. ثلاثة. هما ناخذ خمسة قلنا. اربعة. وهاي اخر غرزة. خمسة. نسحب هذا الخطوة للداخل. كون عدنا بهذا الشكل. وهسا نشوف انه الذراء نفس الاتجاه هي والقدم. هسا نحوك الى ان نوصل للجهة المقابلة لها. مثل ما قلنا هي بدون ما نحسب. واحد مين ثلاثة أربعة خمسة. هاي ذراء الثانية. نضعها بهذا الشكل ونشوف نحوك بعد واحدة وراها نضع خمس دراز مثل ما فعلنا لترى الأولى واحد واحد اتنين ثلاثة أربعة ثلاثة 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 وننقص غرزة ونكرر هن 2 وننقص ويكون عندنا عدد الغرز 15 غرزة كملنا بهذا الشكل هسه آخر شي نحوك 3 غرز وننقص ويكون عندنا عدد الغرز 12 غرزة نحوك 3 1 2 3 3 وننقص نحوك 3 وننقص ويكون عندنا عدد الغرز 12 غرزة مثل ما شوفون صار عندنا بهذا الشكل هسه هنسوي راح نحشي الجزء الباقي من عنده حتى يسهه كله صار عندنا الأرنب بهذا الشكل وإن شاء الله باليوتيوب القادم نكملوا إياكم خطبات عمل عمل الرأس والأذان وباقي أجساء الوجه العيون والأنف والفم صار بهذا الشكل اللي يشوفون ترجمة نانسي قنقر